يبقى أنت لازم تعرف ده لازم تعرف الحاجات دي ولازم تعيش بيها البدايات جاية عشان تعيش مع مولاك سبحانه وتعالى كنا لما نلاقي الحاجة متكررة كده الكثير من الناس يقولوا ايه ده يزعلهم ربنا يقولوا وما فيش جديد لا يا سيدي هي كل حاجة ربنا بيعملها جديدة لأنه الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى بيعملها جديد بس أنت بشايف طب إيه اللي ما خلاكش شايف العتيات يبقى أنت لازم تكسر الاعتياد اللي عندك مفيش حتى الشخص العادي أو الشخص اللي ما عندوش حاجة متفردة عن الناس هو حقيقي هو عنده شيء متفرد عن الناس اللي هو ايه هو هادئ مستقر مطمئن فما فيش حد ما عندوش اوأ تعتقد ان انت ما عندكش لان الأشياء بتتكرر وليزاي كان فيه أبيات لطيفة كده كانوا لما كانوا يتناقشوا هو مين الأحسن البخاري ولا مسلم يعني كتاب صحيح البخاري ولا صحيح مسلم فكان بينهم نقاش كده فيقولك ايه قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أعلى بيتناقشوا بيقوله المسلم مسلم صاحب فضل قالوا البخاري أعلى أعلى في الإسناد يعني حتى فيه ثلاثيات البخاري قلت المكرر فيه طب هو بيرد عليه قالوا طب ما البخاري فيه مقررات كتير قلت المكرر وأحلى لما الحاجة بتتكرر بتزداد حلاوة وليزايك لازم تعرف في السر ليه ربنا بيكرر عليك إن الأيام تبقى شبه بعضها الأيام مش شبه بعضها ربنا بيوقزك عشان ترى جميل تودده الأيام مش شبه بعضها أنت اللي شايفها إن هي شبه بعضها لكن ربنا سبحانه تعالى بيكرر عليك النعمة عشان تشوف ثلاث حاجات إن النعمة واسعة وإن النعمة جديدة وإن النعمة موصولة بالله طالما احنا مش شايفين حياتنا بهذه الطريقة هنشوف حياتنا رتيبة لا حياتنا ليست رتيبة حياتنا مرتبة حياتنا ليست رتيبة ولكنها مرتبة نعمل إيه بقى عشان نستفيد بحديث رسول الله صلى اللهم بيك أصبحنا وبيك أمسينا إزاي عنقدر نعيش حياتنا كل يوم إن ده يوم جديد عنعمل شوية إجراءات أول إجراء لو سمحت أول ما تسحى الصبح على طول اختار أول حاجة حلوة عتعملها ودعي ربنا وقول اللهم أعني عليها يعني هسن أنا رايح الشغل اللهم أعني على أن أستطيع أن أبدع في عملي ملكش دعوه بقى بحد هيقدر إبداعك ولا محدش هيقدر أبداعك أنت مع الله أنت مع البديع وهيتلاقي على طول تولد في ذهنك يا رب جعني أقدر أعمل التقرير الفلاني يا رب أقدر أعمل الفكرة الفلانية وعمل له خط وخلي الخطط دي خبرات عنك ما تسيبهاش ما ترمهاش خليها في حياتك أدي الحاجة الأولى هنا الحاجة التانية عايز تحس بنعمة ربنا عليك اوعى يومك يكون من غير خطة ولازم يومك بيبقى فيه ثلاث حاجات طور علاقاتك دي أول حاجة وأول حد طور علاقاتك بهم أهل بيتك تاني حاجة طور مهاراتك في العمل لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنوا ثالث حاجة طور علاقتك بذاتك وربك يعني ضيف لنفسك وحياتك كل يوم عمل صالح مع الله سبحانه وتعالى التلاتة دولة لازم يبقوا في خطتك آخر حاجة وأنت لازم تعملها عشان تحس دايما أن حياتك بدايات جديدة بتستثمرها كل يوم حاول يبقى لك دعاء جديد مع الله حاول يبقى عندك سري مع الله حاول كل يوم أنا بحب جدا 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 إن أنا أقول كل يوم مع معاملتي مع الله سبحانه وتعالى مثلا يا مالك أمري من نفسي فك أسري أقول يا سيدي خذ بي يدي ولا تتركني لي أقول كمان يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي والنهاردة في حلقتنا دي تعالوا نقول يا من ترى قلبي إليك ألجأت جنبي فلا تكني إلى غيرك طرفة عين واجعلني لا أتوكل إلا عليك ودائما أرى أنني بين يديك ودائما أرجو أن أقيم في حضرتك وأن أكون بين يديك يا سيدنا اقبلنا يا رب واجعلنا دائما من أهل ملدك ومن أهل بركتك واجعلنا على الدوام نستثمر البدايات اللي هي في الحقيقة مدد وبركة وبصيرة وكمان سعة اجعلنا يا رب من أهل السعة واجعلنا في البدايات نرى وسع الحياة ووسع النعمة ووسع الكرم ترجمة نانسي قنقر